موسيقى الجيش يستهدف تمركوزات ميليشيات حفتر فيليرموك ويدمر منصات صواريخ غرب سرد موسيقى انتهاء الجولة الاولى من مباحثة اللجنة العسكرية في جنيف والولايات المتحدة تحضر من اشتباكات محتملة موسيقى انطلاق اعمال لجنة المسار الاقتصادي بالقاهرة بمشاركة 19 خبير موسيقى من ترابلوس مشاهدين اهلا بكم الى نشرة الاخبار من بنوراما موسيقى موسيقى افاد الاعلام الحربي لعملية بركان الغضب ان مدفعية الجيش استهدفت في الساعات الاولى من صباح الاحد تجمعا لميليشيات حفتر بمحيط معسكر ليرموك واضف الاعلام الحربي ان الجيش استهدف ايضا عدد من الالية المسلحة التابعة لهم بالقرب من سمافر البل جنوب العاصمة هذا وكانت مدفعية الجيش قد دمرت احد عربات اطلاق صواريخ جرادة التي تستخدمها ميليشيات حفتر في قصف مطر معتيقى الدولي اكد الناتق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني فوزيونيس لبنوراما اصابت ثلاثة عمال وفدين نتيجة سقوط قدائف اطلقتها ميليشيات حفتر على الحي الدبلوماسي بمنطقة عنزارة واوضح نيس ان الجرحى اصاباتهم متوسطة وتم توزيعهم على مستشفيات العاصمة يشار الى ان ميليشيات حفتر استهدفت حي صلاح الدين وطريق شوك اليومين الماضيين ما نتج عنه قتلان واربعة جرحى وكانت غرفة عمليات تأمين وحماية سرط الجفرة اكد استهداف الجيش منصات اطلاق الصواريخ التابعة لميليشيات حفتر بمحاول القتال غرب سرط واوضحت غرفة العمليات في ايجاز صحفي لها اطلاقوا الميليشيات المجموعة كبيرة من صواريخ جراد على قوات الجيش بمحيط سرط دون وقوع اصابات بشرية او اضرار مادية واكدت الغرفة قيام سلاح الجو بجوالات استطلاعية على تمركزات ميليشيات حفتر لمراقبة تحركاتها وتحشيدها منذ اقتحام ميليشيات حفتر سرط شهدت المدينة اعمال عمف وانتهاكات نستعرض ابرزها مع الزميل ويسام الزواغي بعد سيطرة ميليشيات خليفة حفتر على سرط مطلع يناير الماضي شهدت المدينة انتهاكات واسعة كان اولها حملة الاعتقالات التي شنتها الميليشيات تجاه السكان في اكبر الاحياء الحي رقم واحد ليصل عدد المعتقلين نحو ستين شخصا وفي ثاني ايام اقتحامها المدينة حلت الميليشيات المجلس البلدي المنتخب ومكنت اخرى تسيريا معينا من الحكومة الموازية ميليشيات حفتر قامت ايضا باغلاق معرض عملية البنيان المرصوص الذي انشئ عقب تحرير سرط من تنظيم الدولة عام 2016 ويحتوي على مقتنيات لحرب التحرير واقتحمت مقر المنظمة الدنماركية لازالة الالغام ومخلفات الحرب التي تعمل منذ سنوات بداخلها وسرقة الاجهزة والمعدات بداخله كما احرقت الميليشيات راديو امواج الشبابي ومكتب الثقافة بما فيه من صالون ثقافي ومنتدى للشعر والحوار ومكتبة وصحفة وفي خطوة ليست هي الاولى من نوعها دمرت ميليشيات متطرفة موالية لحفتر زاوية بن عيسى الصوفية واعتقلت عددا من افرادها في المدينة وعن طبيعة الميليشيات التي اقتحمت سرط فقد وصفتها قناة الحرة الامريكية بغير المتجانسة لتواجد مرتزقة من الجنجويدي بالاحياء اضافة لمجموعات قبلية مسلحة من المنطقة الشرقية موالية لحفتر وبعض الافراد من ميليشيا طارق بن زياد المتطرفة رغم تعهدها بالالتزام بمخرجات برلين لخفض التوتر وتثبيت الهدنة وبدء حوار سياسي تواصل الامارات خرق حضر توريد الاسلحة وتخل بالتزاماتها التي قطعتها امام المجتمع الدولي باحترام القرارات الدولية باستمرارها في تقديم الاسلحة والمعدات لحفتر نتابع في الوقت الذي يواصل فيه الجميع الليلة بالنهار لتثبيت هدنة وقف اطلاق النار وتثبيت مخرجات برلين تواصل طائرات الشحن التابعة لسلاح الجو الإماراتي الليلة بالنهار كذلك دون ملل رحلاتها بين قاعدة عسكرية بأبوظبي وقاعدة الخادم ومطار بنينب بنغازي والحمولة كالعادة معدات وأسلحة لقائد ميليشيات وآخر تلك الرحلات وصول ثلاث طائرات شحن عسكرية إلى قاعدة الخادم الجوية جنوب المرج وفق ما أكده موقع رادار الإيطالي المتخصص في الملاحة الجوية والبحرية وتعد هذه الرحلات خرقا فاضحا لحظر توريد السلاح المفروض على ليبيا وما التزمت به الإمارات في مؤتمر برلين وكان موقع استخباراتي فرنسي قد أكد قبل أيام أن الإمارات نقلت أسلحة ومعدات عسكرية لحفتر عبر الأردن تقدر بنحو ثلاثة آلاف طن لافتا إلى أن ما قدمته الإمارات لحفتر في غضون الأسابيع الأخيرة بعد مؤتمر برلين يفوق ما قدمته له في سنة كاملة إلى جانب ذلك وبعد مؤتمر برلين أيضا أكد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أن الإمارات العربية أخلت بالتزاماتها وما وقعت عليه في بيان برلين الخاص بليبيا واصفا الأمر بالفضيحة طائرات الشحن العملاقة والقادمة من الإمارات ليست الوحيدة التي تنزل في بنغازي فقد ضجت أجواء ومطارات والقواعد الجوية بالمنطقة الشرقية بالرحلات غير المجدولة والمجهولة الوجهة والغامضة الحمولة ولا يعرف عنها إلا أنها قادمة من الإمارات ومصر وسوريا والأردن يأتي هذا التصعيد العسكري من قبل داعم حفتر في وقت يربط فيه المجتمع الدولي نجاح المسار السياسي والاقتصادي بنجاح المسار الأمني وأحداث توافقات حقيقية به عبر اجتماعات 5 زائد 5 قال رئيس لجنة الأمن ومكفحة الإرهاب بالمجلس الأعلى للدولة بالجاسم ديبرز إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسل سلامة يحاول صنع أمال زائفة عبر محادثات لجنة 5 زائد 5 وأوضح ديبرز في تصريح الليبنوراما أن اجتماع اللجنة العسكرية لم يفضي إلى أي نتيجة إيجابية وفق وصفه مضيفا أن ميليشية حفتر لا ترد وقف إطلاق النار ولا تؤمن بالحوار وتستغل الهدنة للتحشيد ومواصلة العدوان على العاصمة خاصة مع استمرار وصول الدعم ومن جانبه دعا عضو المجلس الأعلى للدولة بالجاسم اجزيت إلى ضرورة وقف الحرب قبل الخوض في أي مسار معتبرا أن الحديث عن تطوير مؤسسات الدولة الآن يعد طرفا سياسيا وفق تعبيره ورأى أجزيت في تصريح له السبت أن محادثات جنيف لن تنهي الأزمة لكن ستكون خطوة إلى الأمام مشيرا إلى أن من يملك مفاتح الحل هي الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لقدرات أوروبا المحدودة هذا وأكد مسؤول ملف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية كريستيان باك على ضرورة الحفاظ على التزامات مؤتمر برلين والتوصل إلى وقف تام ودائم للأعمال العدائية وأدعى باك في تغريدة بحسابه على تويتر إلى ضرورة الالتزام ببرلين خاصة بعد تأجيل اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة حتى نهاية فبراير الجاري مضحا أن الصراع العسكري في ليبيا لن يكن هناك رابح فيه وفق تعبيره من جهاته وصف السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفاتش مباحثات اللجنة العسكرية 5 زائد 5 بالمشجعة والبداية لبناء الثقة بين الأطراف الليبية وأضاف أوفاتش في تغريدة له على تويتر إنه تم تحديد موعد لاستمرار الحوار الذي من شأنه أن يعزز المسارات السياسية والاقتصادية اللازمة وفق تعبيره وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أعلنت انتهاء الجولة الأولى من اجتماعات 5 زائد 5 والبدأ في أخرى نهاية فبراير الجاري وكانت قد أعلنت البعثة الأممية انتهاء اجتماعات لجنة 5 زائد 5 بجنيف بالاتفاق على عقد الاجتماع الثاني في الثامن عشر من فبراير الجاري وأكدت البعثة أن اللجنة أبدت دعمها للخطوات المتخدة بخصوص تبادل الأسرة والجثمين وفق عمل اللجنة المكلفة وكشفت البعثة في بيان لها السبت وجود توافق بين الطرفين على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في الثاني عشر من يناير لهذا العام وعلى أهمية احترامها وتجنب خلقها وكذلك وجود توافق حول ضرورة الامتنى عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأنها لأي قوة خارجية وفق تدفق ووقف تدفق المقاتلين غير الليبيين وإخراجهم من الأراضي الليبية وأعربت السفارة الأمريكية في ليبيا عن قلقها من التقارير الموثوقة التي تفيد باحتمالية عودة العمليات العسكرية في المستقبل القريب وأشارت السفارة إلى أن مثل هذه الأعمال تنتهك التفاهمات التي تم التوصل إليها في برلين دعية الأطراف ومؤيدهم الخارجيين إلى النظر بعناية في المخاطر الكامنة في مثل هذه الإجراءات كما شدد على ضرورة مضاعفة الدعم للحوار الأمني الذي تسيره الأمم المتحدة بجنيف في محاولة للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار ما بين إعلان إحراز تقدم في المحادثات العسكرية بجنيف من جهة وتحذيرات واشنطن من صدام مسلح وشيك من جهة أخرى يبقى الوضع الميداني على الأرض معلقا بمدى التزام الأطراف الدولية التي تغدي القتال المجتعل على أسوار العاصمة منذ عشرة أشهر التفاصيل في سياق التقرير بعد ستة أيام من المناقشة في جنيف البعثة الأممية في ليبيا تعلن انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 لوفدي حكومة الوفاق الوطني وخليفة حفتر في إطار المسار الأمني البعثة تحدثت عن تقدم وتوافق بين الطرفين وأكدت على احترام الهدنة الحالية وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار والشروع في التدابير الأخرى في بناء الثقة بتبادل الأسرى إضافة إلى عودة النازحين إلى منازلهم لاسيما في مناطق الاشتباكات حذرت الولايات المتحدة عبر سفارتها في ليبيا من تقارير موثوقة تشير إلى التخطيط لصدام عسكري وشيك في انتهاك صارخ لما تم الاتفاق عليه في برلين مطالبة بمضاعفة دعم الحوار الأمني لتثبيت وقف إطلاق النار وما بين تفاؤل البعثة الأممية بشأن توصل إلى إنهاء القتال الدائر منذ عشرة أشهر في محيط العاصمة من جهة وتحذيرات السفارة الأمريكية من جهة أخرى يبقى الوضع على الأرض هو سيد الموقف ورهنا بالتزام المجتمع الدولي واحترام أعضائه للقرارات الدولية ومسارات الحل عبر محطات موسكو وبرلين وجنيف للمضي قدما نحو تثبيت وقف إطلاق النار أو العودة لما قبل أعلان الهدنة يناير الماضي قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن ليبيا لم تكن لتواجه هذا النزاع المدمر لو لا تورط بعض الجهات الخارجية جوتيريش في كلمة له على هامش قيمة الاتحاد الإفريقي بأدي سباب أكد دعمهم لأي وساطة يرعاها الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة الليبية مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار وجدد الأمين العام أن حل الأزمة الليبية لن يكن إلا سياسيا وأن أي تدخل أجنبي في النزاع سيجعل الوضع أسوأ كشف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مسافكي رغبة الاتحاد في حل الأزمة الليبية إفريقيا ودون تدخلات خارجية كما عبر عن دعمهم لجهود الحل السياسي ومخرجات مؤتمر برلين وقال فيكي في افتتاح القمة الإفريقية بأثيوبيا إن إفريقيا بحاجة إلى دعم الحريات ووجود أفاق لحرية واسعة فيها مؤكدا أن ذلك من شأنه المساهمة في تقليل أسباب ظهور التطرف والإرهاب أكد مصدر إفريقي مطلع أن الاتحاد الإفريقي سيقترح إرسال بعثة بعثة ملاحظين مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة لمراقبة احترام وقف إطلاق النار ميدانيا في ليبيا في حال وقع طرف القتال عليه إثر مباحثات لجنة 5 زائد 5 بجنيف ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المصدر ذاته أن المنظمة تسعى منذ أسابيع إلى الاطلاع بدور فعال لاحتواء الأزمة الليبية عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن السعي الجامعة لتتبيت الهدنة ووقف القتال والتدخلات الخارجية في ليبيا وتشجيع دور الاتحاد الإفريقي في عمليات الحوار السياسي وأضاف أبو الغيط في كلمة له في افتتاح القمة الإفريقية المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية أديسة بابا أن الجامعة العربية تتفق مع الاتحاد الإفريقي في ضرورة حل الأزمة الليبية بالطرق السلمية ووفق المرجعية العامة للاتفاق السياسي أكد منضوب المملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي محسن الجزولي أن الاتفاق السياسي يشكل مرجعا للتوصل إلى حل للأزمة في ليبيا ويضع حد للصراعات القائمة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية وقال جزولي خلال كلمته السبت في اجتماع مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي في أديسة بابا إن المغرب تدعو مرة أخرى أطراف الأزمة الليبيين إلى إيجاد مناخ ملائم للحوار من أجل تجاوز خلافاتهم والتوصل إلى الإجماع الضروري لبناء سلام مستدام تنطلق الأحد في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات تحضيرية سابقة لانطلاق المسار الاقتصادي لحل الأزمة الليبية التي أعلنها الأمم المتحدة المنبطقة عن محادثات برلين وسيحضر الاجتماع المرتقب 19 خبير اقتصادي من ليبيا يمثلون المؤسسات المالية والاقتصادية الرئيسة فضلا عن مختلف القطاعات الاقتصادية وسيخلص هذا اللقاء حسب وكالة الأنباء الليبية إلى تشكيل اللجنة تضم خبراء السياسات الاقتصادية العامة في ليبيا وذلك تمهيدا لانطلاق مباحثات المسار الاقتصادي التي تهدف لتحقيق التوأم بين السياسة الاقتصادية والمالية بشكل تدريجي والتحضير لتوحيد المؤسسات الاقتصادية السيادية في ليبيا في نهاية المطاف تتضاعف الخسائر جراء اقفال الحقول والموانئ النفطية يوما بعد يوم حتى تجاوزت المليار دولار ولم تقتصر الأضرار على هذا الحد بل أصبح أهالي المنطقة الجنوبية والشرقية يهددون بانقطاع الامدادات عام من الغاز والوقود تفاصيل أوفاء عن هذا الموضوع في سياق التقرير مليار دولار أو ربما يزيد قليلا آخر ما سجل من خسائر اقفال الموالين لحفتر لمصدر قوت الليبيين ودخلهم شبه الوحيد ألا وهو الحقول والموانئ النفطية إغلاق ضرب جناح الدولة الاقتصادية وكلف المواطن الليبي البسيطة الكثيرة في شرق البلاد قبل غربها لصعوبة إيصال أي مدادات من وقود أو غاز له ليكون حفتر بذلك الظالم لذويه قبل غيرهم 22 يوما مرت على الإقفال والتي جعلت المؤسسة تلجأ مجبرة إلى خفض الانتاج في الحقول التي لم تطلها أياد حفتر إلى الحد الأدنى الذي وصل حاليا إلى 180 ألف برميل بعدما لامس المليون برميل وتحذر من وصول الانتاج إلى 72 ألف برميل فقط في حال لم تضع الحلول المنطقتان الشرقية والجنوبية أصبحت من أوائل المتضررين ومهددتان بانقطاع الإمدادات من الغاز والوقود بل انقطعت بالفعل عن مناطق من الجنوب الليبي أما الشرق فقد أصبحت الخزانات تنذر بقرب انتهاء المخزون أما عن الكهرباء فالوضع لا يختلف في المنطقة الشرقية حيث اضطرت المؤسسة الوطنية للنفط إلى تحويل خزان في ميناء البريغ النفطي إلى مكثفات حتى تضمن عدم انقطاع الغازي على محطة كهرباء زويتينة وشمال بنغازي ورغم المبادرات المتعددة لحل الأزمة الليبية سياسيا اقتصر الحديث عن النفط الليبي وإخفاله على مطالبات بسيطة من قبل المسؤولين دون مبادرة النأم الموسى ودون محاولة الأطراف الدولية الضغط على حفتر ومع اقتراب اجتماع لجنة الاقتصادية المزمع عقده الأحد تتصاعد التساؤلات حول إدراج بند النفط وإخفاله في محاور هذا الاجتماع شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مع بداية تدولات الأحد في السوق الموازية استقرارا ملحوظ حيث سجل سعر صرف الدولار 4 دنانير و260 درهم للدولار الواحد بعد قفل تدولاته السبت بسعر 4 دنانير و255 درهم للدولار الواحد أما اليورو فقد شهده الآخر استقرارا مماثلا حيث سجل سعر صرفه 4 دنانير و600 درهم النشر متواصل مشاهدين وفيها بعد الفاصل انطلاق الامتحانات في بلدية عنزارة واستئناف الدراسة في مصراتة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد فتحت مدارس بلدية ابو سليم بوابها الأحد لاستئناف الدراسة بكافة مراحلها التعليمية بالقطاع الخاص والعام بحسب قرار المجلس البلدي بالبلدية هذا وكان المجلس البلدي ابو سليم أعلن استئناف الدراسة في مدارس البلدية اعتبارا من الأحد محملا وزارة التعليم والبعثة الأممية والجهات ذات العلاقة المسئولية الكاملة تجاه أي ضرر قد يلحق الطلبة وعضاء هيئة التدريس يشار إلى أن المجلس البلدي ابو سليم قرر في ديسمبر الماضي إيقاف الدراسة بسبب مخاوف أمنية على الطلبة والمعلمين نتيجة القصف العشوائي الذي تمارسه ميليشيات حفتر على أحياء البلدية انطلقت امتحانات مرحلة النقل والتعليم الثانوي ببلدية عنزارة بعد توقف أغلب المدارس في الأشهر الماضية بسبب هجوم ميليشيات حفتر على جنوب العاصمة ترابولوس الأمر الذي تسبب بدمار بعض المدارس ونزوح طلابها جراء ذلك التقرير وتفاصيل بعد توقف دام لأكثر من شعر في القطاع التعليمي ببلدية عنزارة بسبب حرب ميليشيات حفتر على العاصمة التي تسببت بنزوح عديد العائلات الأمر الذي أجبر بعض الطلبة على الامتحان في غير مدارسهم طبعا اليوم أول أيام الامتحانات بالنسبة للنقل والشهادة أغلب المشاكل التي واجهتنا نحن كمدرسة يعني كنا عدد الطلاب في حدود الأربعمية حاليا في حدود الستمائة بين النازحين من مناطق عنزارة كان عندنا المدلفات التعدد كبير جدا من مناطق بوسليم حاليا رجعوا لمدارسهم حاليا نجهزنا الامتحانات إن شاء الله تمر على خير أو اليوم كان اليوم عندنا فترة الصباحية عندنا رياضيات أو تاريخ للأدبي وإن شاء الله تمر على خير هنا بثانوية الرازي يمتحن أكثر من ستمائة طالبة من المرحلة الثانوية وسط أجواء وصفت بالجيدة مقارنة بالظروف التي يمرون بها ومشاكل انقطاع الكهرباء إضافة للطالبات النازحات اللواتي خصصت لهن أسئلة استثنائية وفق المرحلة المنهجية التي وصلنا إليها قبل نزوحينا اليوم لسية كانت سهلة ومتستحقش هالبا وقته اللجنة كانت مراقبة لجنة كل هدوء ونشكري داقة المدرسة على تعوانها معنا وأبلاتنا وفي الوضع الصعب يتمق بي بلادنا وإن شاء الله قد يفرج على بلادنا بمساعدة الأقسام المختصة داخل الثانوية تم تهيئة المناخ المناسب للطالبات للخوض في أجواء الامتحان وذلك بتجهيز المطويات والكلمات التحفيزية التي تبعث فيهن روحا وللتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة وردة حمودة من مكتب الدعم والإرشاد النفسي عينزارة بداية الأستاذة وردة أهلا بك معنا أهلا أهلا أختي أهلا أختي سلام عليكم أوضح أختي الصورة التي قدمها إدارة الدعم والإرشاد النفسي بالمؤسسات التعليمية أقول في البداية رغم الظروف التي نمر بها ولا تزال وإذا تركت أثار مباشرة على الأسف سلبي ولكن على فئات المجتمع الأطفال والمراهقين أكثر فئات التي نالت الضغط النفسية لكن إدارة الدعم والإرشاد النفسي قدمت الدعم من خلال المرشدين النفسيين تقوين فرق السعفات النفسية أولية وأرضا تم تدريبهم وتأهيلهم لمواعز تعاملهم في المؤسسات التعليمية في جميع مراقبات ترابس الكبرى هذا ربما استدى ورد السؤال الذي يطرح نفسه هو الدورة الذي قام به مكتب الدعم والإرشاد النفسي وخاصة في ظل الضغطات التي تعرضت لها الطلبة خلال فترة الماضية الحرب التي شهدتها مناطق جنوب العاصمة بالرغم مراقب التأليم عنثار يعني هي الأكثر تعرضا بهذه الأزمة ولهذه الأثار السلبية ولكن حين تحدينا هذا الجانب ووقفنا بجانب طلابنا في هذا الوقت العصير من خلال المطويات الإيجابية توضح أهمية الدعم مطويات تجنب الخوف من الامتحان خلق جو آمن للطلاب في حسة الامتحان طبعا عدم الترهيد نصايح نفسية وإذن عبدنا في جميع المراقبات يعني في الجنوب والشرق عدد الكتيبات بالمشكلات والإضطرابات السلوكية والنفسية طيب أنتم كمكتب إرشاد نفسي كيف تعاملتم مع الطلب النازحين الذين ربما لديهم ظروف خاصة طبعا في هذه الظروف الاستثنائية لما يعني امتحان لا ليس موحد كانت أسئلة يعني استثنائية كانت أسئلة لحد والذي مصل للمنهج وهذه في الوقت هذا يعني نعيشه في ظروف استثنائية يعني تقديم الدعم النفسي في مدارس وخاصة أيام الامتحان تم متابعة سير الامتحان في مراقبة تعليم عن زارة من قبل مكتب الدعم عشان النفسي السادة ماجدة وأيضا مديرة الإدارة السادة نادي العنقودي وسهمنا نحن كمشيدات نفسيين في تخفيف من حدة القلق التوتر الضغط النفسي تقديم النصائح الكلمة الطيبة الخدمة الإرشادية هذا كله يعني من أجل تخفيف من الأثار التي تركها الحرب وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي والتخلص من اضطراباتنا بعد صدمة إن شاء الله نكونوا وفقنا نشكر العدارة للدعم والرشاد النفسي وأيضا نشكر ما يقدمه كل من الرشاد النفسي جميع المراقبات تعليم ترابس الكبرى من أجل طلابنا النازحين وإن شاء الله نصر بهم إلى أقصى قدر من الصحة النفسية والتوافق النفسي طيب طلبت المدارس الخارجة عن العمل نتيجة الاجتباكات الدائرة هل تم إدماجهم أيضا في مدارس أخرى؟ طبعا تم إدماجهم في وعملناها معاملة خاصة تم إدماجهم في مدارس أخرى وتم التعرف على أين المنهج على كيفية توصيل المنهج إلى الطلاب وكيفية إعداد أسئلة حسب ما وصل المنهج يعني مش بحسب المدرسة اللي هما انتقلوا فيها يعني لا خوف هذا يعني أن المكتب عامل على لملمت كل ما يخص الطلبة في مرحلات التعليم بكافة مراحله ابتداء الثانوي إعدادي تم تدارك الموضوع تدارك الموقف يعني مدارس خانت مدارس الشهادة العبدية انتقلت لمدارس وأيضا تم بعد أسبوع أو أسبوعين من هذا القرار نقل أيضا بطلاب النقل إلى مدارس ثانية والمنهج لم والأسئلة كانت يعني تثنائية أسئلة مثل أسئلة المادة أسئلة كذا مش نفس المدرسة يعني لمشونها هو نفس السؤال لا لا كانت معناها أسئلة تثنائية وحسب المستطاع حسب المستطاع كل طالب ونحن نساعد الطالب ونساعد وأيضا وليا الأمور أيضا المعلمين في وضع الأسئلة وهذه هي أهمية المرشد في المؤسسات التعليمية طيب أستاذة وردى وصلت الفكرة شكرا لك استؤنفت الأحد بمدارس مدينة مصرطة الدراسة لمرحلتين التعليم الأساسي والثانوي وكانت غرفة الطوارئ الخاصة بمصرطة أصدرت قرار يقضي باستئناف الدراسة على أن تتولى مراقبة التعليم بالمدينة وضع الخطط لاستئناف الدراسة وتحديد البرنامج العام للمدارس بما يكفل نجاح لها يذكر أن الدراسة توقفت في المدينة بسبب عدم توفر وسائل النقل للطلاب وانشغال بعض العاملين في دعم عملية بركان الغضب اليوم لحد تسعة تنين رجعنا للدراسة جميع الطلبة والحمد لله كان الحضور ما شاء الله نقوله تسعين أو خمسة تسعين في المئة الطلبة جوا وماشي الأمور إن شاء الله وإن شاء الله لنا الظروف في البلاد كيف ما تعرفوا ما مش عارف حال الشهر اللي غبناه اللي يكون في ليه تأثير نرجو من مراقبة التعليم مصراتها إنها نهاية النشر مشاهدين تذكير بأبرز عنوينها الجيش يستهدف تمركزات ميليشية حفتر في اليورموك ويدمر منصات صواريخ غرب سيرت انتهاء الجولة الأولى من مباحثة اللجنة العسكرية في جينيف والولايات المتحدة تحضر من اشتباكات محتملة انطلاق أعمال لجنة المسار الاقتصادي بالقاهرة بمشاركة 19 خبير نهاية النشر أشكر لكم حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة